عبد الحميد دشتيت فضل شكراً لأخ الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وقال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حمل السلاح علينا فليس منه وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يا بني كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب إن حدوث الفتن في تاريخ هذه الأمة قدر إلهي ندرك منه شيئاً وتغيب عنا أكثرها بالأمس فرغت الكويت أميراً وحكومةً ومجلساً وشعباً من اليوم الثالث لذي تقبل العزاء في 27 شهيداً قتلوا ظلماً وعدواناً وهم مصلين ساجدين في جامع الإمام الصادق عليه السلام ساجدين بين يدي الله صائمين في يوم الجمعة من هذا الشهر المبارك وأكثر من 220 جريحاً نزفت دمائهم الزكية أرضى بيت الله في الصوابر أرادوها حرباً وفتنة وجاء الرد الصاعق من لدى سمو الأمير حفظه الله عندما تواجد بعد دقائق بين عياله وتفقد أشلاء الشهداء وواسل جرحى وأهله وبكى وأبكانه وبعد تلك الدموع وهذا الموقف الإنساني الكويتي الفريد من نوعه أطفأ بها فوراً نار الفتنة وأسس لما هي التعامل مع هذا الحدث الجلل والغير مسبوق تاريخياً شهداء شيعناهم وجرحى واسيناهم وعزينا بعضنا بعضاً ككويتيين في واحدة من أروع الملاحم التي رسخت وحدتنا الوطنية وقوت جبهتنا الداخلية فشكراً لهذا الشعب العظيم الأصيل أميراً وأسرة حاكمة وحكومة ومجلس أمة وشعب كفوا وشكراً لمن شاركنا العزاء بمصابنا من أشقائنا من دول الخليج والعرب وأصدقائنا في العالم والله ولو قبلنا الأرض من تحت أقدام المعزين وهم ينتظرون لساعات طوال وبعد تحمل سفر بعضهم لواسينا لواسي الكويت وأهلها في مسجد الدولة الكبير الذي أمر سمو الأمير بأن يكون هو بيت العزاء فوالله لن نوفي المعزين حقهم اليوم تجاوزنا الحدث وجاء وقت العمل وفي الغد أمل بعد هذا المنعطف التاريخي فأن الشعب لن يعذرنا إن قصرنا فقد حملنا المعزين وأسر الشهداء والجرح الأمانة في رسائل تلقيناها منهم وعاهدنا الله على الوفاء وأوجزها لكم سعادة الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بيض الله وجهك والله لم تقصر من اللحظة فقد تصرفته ابناً كويتيًا لكل بيت ولهذه الأرض وأخوانك فقد كفيت ووفيت منذ أول لحظة وقد كنت وسمو رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ووزرائه جميعاً كفوا عليهم أنعقادكم الدائم مشاركاتكم قراراتكم تنفيذكم لتوجيهات سمو الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكراً لمعاليك ورجال الداخلية واصل مسيرتك فقد سميت بطلاً للمرحلة وإنت قدها وزير العدل والأوقاف فكرتك كانت رائعة بأن يكون العزاء موحداً في مسجد الدولة الكبير وقد أمر سموه بذلك وأثلت صدورنا فكل الشكر لرجالك القائمين على المسجد الكبير وننتظر المزيد ليعم وافق المجلس فضل دقيقة مزيد لتعميم الخطاب الإسلامي السمح المستنير ونبذ التطرف والتعصب وضرب أو كاره وزير التربية ننتظر منكم المزيد لنسف مواطن التحريض والتكفير والترهيب في مناهج التعليم وتسليم أبنائنا لمن يخاف الله بالوطن وبهم وزير الإعلام لا مكان بعد اليوم لقنوات التحريض والفتنة بيض الله وجهك غيرتك وحرصك بكل تأكيد لمسناها ولكننا لا نريد القنوات التي مصدرها داخل الكويت وحجب ما هو خارجها فمن فجر نفسه ورائه من درس ودرس وتردد على مساجد وتابع قنوات وتدرب ودرب وقطط ونظم ثم استورد من ينفذ فمن ذكرت من وزراء عليهم تكليف أتمنى أن يشاركوا في حضور جلسات التحقيق لأن حضور من يمثلهم وأطباء نفسيين للوقوف على الأسباب والدوافع واختراح سبل القضاء على هذه الآفة أما السادة الوزراء جميعاً فعليكم كل من موقع الإصراء والتأكيد وترسيخ العمل بالمادة 29 من الدستور فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فبتفعيل ذلك نحصن مجتمعنا لأننا قد دخلنا منعطفاً تاريخياً اليوم وهذه حلقة في سلسلة استهداف هذا الوطن وأهله وبالتالي نريد أن نحصن جبهتنا عدم التمييز عدم التفريق شكراً لخلفار للدكتور عبد الحميد تشتي